السلام عليكم متابعي المحترمين قبل أن نبدأ درس اليوم أود أن أعبر لكم عن جزيل شكري وعميق امتناني لتعليقاتكم الرائعة تفاعلاً مع الدرس الماضي هذه التعليقات تشجعنا وتدفعنا للعمل أكثر شكراً لكم نبدأ درسنا بعد قليل أهلاً من جديد عزيزي المتابع الفعل يشكرو سبق ورأيناه عدة مرات وهو رميرسيه 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 بيان سوره سيطن برمير جوب إذا أرادنا أن نقول أنت تشكرو الفعل في المضارع سنقول إذا أردنا أن نقول أنت تشكرني سنحتاج إلى إضافة الضمير الذي يدل على المتكلم وهو إذن سنقول طبعاً سبق ورأينا هذا في دروس سابقة إذا أردنا أن نقول لاحظ عزيزي المتابع الفعل في الماضي إذن ينبغي أن نصرف الفعل في اللغة الفرنسية في الزمن le passé composé وبالتالي سوف نقول ما رأيوك عزيزي المتابع أن نراجع تصريف هذا الفعل في الزمن شكراً nous avons remercié نحن شكارنا vous avez remercié أنتم شكارتم ils ont remercié هم شكارو le verbe le verbe remercier au passé composé se conjugue avec l'auxiliaire avoir سبق ورأينا في دروس ماضية أن تصريف الأفعال في زمن le passé composé يتم بالاستعانة بفعل مساعد وهو إما avoir أو être طبعاً رأينا أن أغلب الأفعال تصرف مع الفعل المساعد avoir وهناك أفعال قليلة جداً في اللغة الفرنسية تصرف مع الفعل المساعد être ممتاز الآن نعود إلى عبارة أنت شكارت والتي هي تُوَا رَمَرْصِيَ تُوَا رَمَرْصِيَ الآن إذا أرادنا أن نقول أنت شكارتني سوف نحتاج لإضافات الضمير م أنت شكارت تُوَا رَمَرْصِيَ الآن سنضيف الضمير الذي يدل على المتكلم وهو م تُوَا رَمَرْصِيَ لاحظ جيداً عزيزي المتابع الضمير يأتي قبل الفعل تُوَا رَمَرْصِيَ لكن إذا لاحظنا جيداً سنجد أن هناك حرفين من حرف وهما أ الحرف الأخير في كلمة م ثم أ الحرف الأول في كلمة أ إذن ينبغي أن نحذف أ ونضع بدلها أبوستخوف تصبح تُوَا رَمَرْصِيَ تُوَا رَمَرْصِيَ أي أنت شكارتني هُوَا شَكَرَ بالفرنسية نقول إِلْ أ رَمَرْصِيَ إِلْا رَمَرْصِيَ كيف نقول هُوَا شَكَرَنِي نلاحظ جيداً هُوَا شَكَرَ إِلْا رَمَرْصِيَ نحتاج لإضافة الضمير م تُصبح الجملة إِلْ م أ رَمَرْصِيَ لكن نلاحظ أيضاً أن هناك حرفين من حروف وَيْل إذن سنقوم بنفس العملية نحذف ونضع عدلها تُصبح الجملة إِلْ مَ رَمَرْصِيَ إِلْ مَا رَمَرْصِيَ أي هُوَا شَكَرَنِي هُوَا شَكَرَ رأيناها قبل قليل إِلْ أَ رَمَرْصِيَ لكن إذا أردت أن أقول هُوَا شَكَرَكَ كيف سنقول ذلك إِلْ أَ رَمَرْصِيَ ثُمَّ نُضيفُ الدَّمِير الذي يدل على المخاطب وهو تُ إذن إِلْ تُ أَ رَمَرْصِيَ مَاذَا نُلَحِظُ عَزِيزِ الْمُتَابِعَ نَعْمَ نَحْتَاجُ لِحَافِ أَ وَوَضَعَ الْأَمَةِ أَبْاستْخُّفُ تُصْبِحُ الْجُمْلَةِ إِلْ تَ رَمَرْصِيَ إِلْ تَ رَمَرْصِيَ أي هُوَا شَكَرَكَ أَنَا شَكَرْتُ سَنَقُول جَيْ رَمَرْصِيَ جَيْ نَحْتَاجُ لِإِضَافَةِ الْضَمِيرُ وَهُوَا تُ تُصْبِحُ الْجُمْلَةِ جَيْ تَ اِ رَمَرْصِيَ مَرَةً أُخْرَةً سَنَحْتَاجُ لِحَذْفُ أَ وَوَضَعَ أَبْاستْخُّفُ نَظَرًا لِلْتِقَ حَرْفَيْن مِنْ حُرْوَفْ وَوَيَل تُصْبِحُ الْجُمْلَةِ جَتْرَمَرْصِيَ جَتْرَمَرْصِيَ أي اَنَا شَكَارْتُكَ اَنَا شَكَارْتُوا قُلْنَا إِنَّهَا جَيْ رَمَرْصِيَ لكن كيف نَقُول اَنَا شَكَارْتُهُ جَيْ رَمَرْصِيَ لكن احتاجُ لِإِضَافَةِ الْضَمِيرُ الَّذِيَ يَدُلُّ عَلَى الْغَائِبِ المفرد المذكر وهو إذن سنقول لكن مرة أخرى نلاحظ التقاء حرفين من حروف إذن سنحرف ونضع الفعل يساعد سبق ورأيناه عدة مرات هل تتذكره عزيز المتابع؟ إنه ايد le verbe ايد bien sûr c'est un verbe du premier groupe إذا أردنا أن نقول في الحاضر سنقول بس ايد بس ايد bien sûr c'est le verbe ايد au présent الآن عزيز المتابع كيف نقول أنتم تساعدونني لا شك أنك عرفت الجواب بسهولة vous m'aidez vous m'aidez ما رأيك عزيز المتابع أنتم ساعدتموني نحتاج لإضافة الضمير الذي يدل على المتكلم سنضيف الضمير لكن لكن طبعا عزيز المتابع تلاحظ أننا نحتاج لحذف وإضافة vous m'avez aidé vous m'avez aidé أنتم ساعدتموني نحن ساعدنا بالفرنسية سوف نقول نوز آفان آده نوز آفان آده كيف نقول نحن ساعدناك نوز آفان آده لكن نحتاج لإضافة الضمير وهو ت نو ت آفان آده مرتا أخرى سوف نحذفو أ ونضع نوز آفان آده نوز آفان آده نحن ساعدناك هم ساعدوا بالفرنسية نقول ils ont aidé كيف نقول هم ساعدوه لكن نحتاج لإضافة الضمير وهو لا شك حزيز المتابع أنك لاحظت أننا سنحتاج مرة أخرى إلى حذف أ ووضع أبوستخوف لأن هناك حرفين من حروف ويال إذن تصبحوا الجملة هم ساعدوه هم ساعدوه الآن عزيزي المتابع وصلنا إلى التمرين المطلوب أن تترجم هذه الجمل القصيرة أنا انتظرته هم فهموك أنتم احترمتموني هكذا عزيزي المتابع نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم ندعوكم لمشاركته مع أصدقائكم الراغبين في تعلم الفرنسية من البداية في الختام وكالعادة نشكر لكم طيب المتابعة ونتمنى لكم دائما رحلة موفقة ترجمة نانسي قنقر